خيراً لافتتاح الدورة التاسعة والخمسين لمعارض ديمشق الدولي انطلق أكثر من مئتي دراج من ساحة الأمويين باتجاه مدينة المعارض الجديدة على طريق مطار ديمشق الدولي مشاركة بين عدة وزارات وطارة الإعلام وزارة السياحة وزارة الاقتصاد انطلقت من ساحة الأمويين هي كانت فعالية إعلامية إعلانية مهرجانية كرنفالية هدفها لفت النظر لارتتاح معارض ديمشق الدولي وطبعاً هالشباب الرائعين اللي إيجوا بهذا الجو الحار وقطعوا على المسافة الطويلة نسبياً أنا طبعاً محييهم بشكرهم وبقولهم أنه سوريا ما بتعمر غير فينا كلياتنا الشاب بجامعته والطفل بمدرسته واللاعب بملعبه والفلاح بحقله فهي كل ياتنا احنا كل ياتنا من شكل سوريا وكل ياتنا من شكل صمود سوريا ومن شكل الوقوف في وجه هذه الهجمة طبعاً ببواسل جيشنا ودماء شهداءنا كانت الفكرة هي خلق جوجة ماهيري يجوب شوارع ديمشق وأفضل فكرة كانت هي عبر دراجين هي إيصار رسالة للعالم أجمع وكافة المترقبين لإفتتاح معارض ديمشق الدولي أنه سوريا عادت كما كانت وسوريا بأمن وأمان ونحن نترقب إفتتاح معارض ديمشق الدولي بعد انقطاع دامة عدة سنوات وهي رسالة واضحة للعالم أجمع أن سوريا عادت كما كانت عليه قوية منيعة بهمة جيش العربي السوري نحن الرسالة اللي اللي يازم نوصلها أنه بناء جيل مثقف قادر على بناء الوطن والنهضة بالانتهاء بالنهضة الحديثة ونتخطى العواقب اللي مرت علينا إن شاء الله تكون سوريا بخير ويرجع للأمان وبكرة أحلى طبعاً نحن كل شي عملنا اليوم لنوصل يا سالة لأنه سوريا لسات عايشة بكل المجالات فن جيش شعب الحمد لله لساتنا واقفين ورح نضال واقفين ورح نضال واقفين ورح نضال واقفين ورح نضال بلدنا وما رح نطلع لأنه بلدنا هي يعني ما قلنا غيرها يعني بلدنا هي أملنا من شان بلدنا سوريا ومن شان نرفع عالمنا كمان برات سوريا مسير أمنا سوريا بخير والحمد لله عاد الأمن والأمان لطريق مطر دمشق الدولي إن شاء الله دائماً بتعمم هذا الشي على باقي المحافظات وأريافة بلدنا بخير والأمان تام والحمد لله على كل شيء إن شاء الله بترجع من المكانات ولح ترجع إن شاء الله خط مسير الدراجات بدأ من ساحة الأمويين باتجاه كفرسوسة إلى المتحلق الجنوبي وصولاً إلى طريق مطار دمشق الدولي وانتهاءاً بمدينة المعارض الجديدة